معبد على المريف لو كحي وقعه. ست المستشار. اه نادي زمانك نحتاج. انا مصطفى عبد الرحيم موقع انتحيا مصر يا فندي. انتحيا مصر. اه. ننازل كثبه. ما نقدرش يا فندي من احنا بنقولش اتباع حددت كثبه خالقنا. لا في اداء. طيب سؤال يا فندي سيارتك? اه. 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 شهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة اسوان اليوم. اجل بعد ضرب على لطفي حمد فتح يرد تمت اهانته. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة اسوان اليوم. اعلن النادي الاهلي تقدمه بشكوى رسمية الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف. ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة. واشار الاهلي الى انتظاره تطبيق اللواح والقوانين بعدما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الاخلاق الرياضية واللواح المنظمة للعبة وفقا لبيان الاهلي. وكان الاهلي قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في افتتاح مباراياته بدور ابطال افريقيا ضمن مرافزة الجولة الثانية من دور المجموعات. تقدم نادي صباح اليوم الاثنين بشكوى للاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني. بالسبب ما تعرض له فريق الاهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الاخلاق الرياضية واللواح المنظمة للعبة لكرة القدم. وذلك قبل واثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دور رابطة الابطالة. وجاء في شكوى الاهلي. اثناء الميران الواحد لفريقنا في ملعب لجوهر الزرقاء يوم الجمع الماضي. قام بعض مشجع الهلال باقتحام الملعب وقذف الالعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعينة الاجسام الذي قام بمعينة الاجسام المقذوفة وتدوين الواقع في تقريره. رغم قرار كاف باقامة ذات المباراة بدون حضور جماهرية. نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب ويبلاغ الناد الاهلي بذلك. الا ان الناد الهلال لم يلتزم بهذا القرار. وسمح لما يزيد عن الف متفارج من جماهيره بحضور المباراة. كما انه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال امنة ولائقة لفريقنا. وكذلك غرق غرفة ملابس لعب الاهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة. عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج احد لعبه اثنان المباراة. قام احد افرد هذا الطاقم بالاعتداء على لعب الناد الاهلي محمد عبد المنعم باحد الادوات الطبية. وترتب على ذلك قيم حكم المباراة باشار البطاقة الحمرى له. وكان يستوجب مغادرات الملعب نهائيا. الا انه يصر على البقاء على مقاعد البودلاء في فريق الهلال. حتى نهاية المباراة. وراح يكل الى السباب والشتام لحارسنا محمد الشناوية. وحاول اعتداء عليه اثنان خروجه عقب نهاية اللقاء. وقام احد افرد الطاقم لداري لفريق الهلال. بالاعتداء بالضرب على لاعبنا على لطفيا. واخر منهم اعتداء على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الاخلاق الرياضية. الهلال ضد الاهلي شوبر يحذر من مؤامرة وعلي لطفي يفجر غضبا لشماهير. تعرض نادي الاهلي الخسارة من نظير الهلال السوداني بهدف دون رد. في المواجهة التي وقيمت عصر امس السبت على ملعب الجوهر الزرقاء. في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دور ابطال افريقيا. وسجل الهلال السوداني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والخمسين. بعد تزديدة قوية من مكابي. وبعد خطأ من محمد الشناوي حيث لم يتمكن من التصدي الكرة لتسكن شباك المرد الاحمر. وتعرض الاهلي للهزيمة في مباراة الاولى من دور المجموعات. بعدما تم تأجيل مباراة في الجولة الاولى ضد القطن الكاميرونية. بسبب مشاركته في كأس العالم الاندية. وحظر الاعلام احمد شبير حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر السابق. من مؤامرة على المرد الاحمر في بطولة دور ابطال افريقيا. من جانب فريق سانداوز الجنوب افريقي. وقال احمد شبير يجب ان يحصل الاهلي على اربعة نقاط من مباراتي سانداوز المقبلتين. من اجل الدخول في المنافسة بقوة على التأهل. من المجموعة بعد ان وضع نفسه في مأزق كبير بالخسارة امام الهلال السوداني. وتابع شبير. يجب ان يستمر فريق سانداوز يترقب النتائج. ولا يضمن التأهل مبكرا وذلك حتى يلعب مباراتيه الاخرتين. امام الهلال السوداني والقطن الكاميروني بكل قوة. ولا يترك لهما المباراتين. وكشف شبير مخاوفه من المؤامرة على الاهلي قيل. اخشى من ان يفكر سانداوز في الاطاحة طيب الاهلي من دور المجموعات. بترك مباراتيها مما الهلال والقطن. ولذلك يحتاج الاهلي لحرمانه من هذا المخطط. عبر تعطيله بالحصول على اربعة نقاط. على الاقل من مباراتي الفريقين معا المقبلتين. وانطلقت جماهير الاهلي غاضبة ضد الهلال السوداني. على مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب الاعتداء على علي لطفي حارس الفريق. من قبل احد اعضاء الجهاز الفني للفريق السوداني. وبعد المبارات حول الشناو التعدي على طبيب فريق الهلال. لكن مع تلك المناوشات. قام احد افراد الجهاز الفني بالتعدي على علي لطفي. وطلبت الجماهير الحمراء برد قوي من ادارة النادي برئاسة محمود الخطيبة. ضد ما حدث من اعتداء على حارس الفريق. شاهد خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني للهلال السوداني. وقعت مشاجرة بين حارس الاهلي محمد الشناوي. والجهاز الفني للهلال السوداني بعد نهاية المباراة. وعلى الفور تدخل ديانج وسام قمصان لتهديئة حارس الاهلية. وقررت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلية. مغادرة السودان في التاسع من مساء اليوم. متوجهة الى مدينة اسوان. وذلك عقب مواجهة الهلال. التي وقيمت عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعة. ويستعد الاهلي مباشرة بعد لقاء الهلال للمباراة المرتقبة مما اسوانا. ضمن منافسات اليسبوع رقم 19 للبطولة الدور الممتازة. والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبلة. وفاز الهلال السوداني على الاهل واحد مقابل صفر اليوم السبت. ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدور ابطال افريقيا. وسجل كابيلي ليلو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة الثالث والخمسين. مرتضى منصور يتحدث عن سبب من اسباب فشل التعاقد مع القندوس ومروان عطية. كنت ستعاقد بخمسمائة الف دولار والخطيب عرف راح دفع اكثر مني بكثير. ونحن نعمل في السر. لكن هناك البعض يتحدث. وأكد مرتضى منصور ايسو النادي ان فئة جمهير الزمالك تضغط عليه لتعاقد مع لعبين خلال فترات الانتقالات. كما شدد على ان بعض وسائل الامزة الكوية تقوم بتصريب اخبار السفقات التي يتفاوض معها الزمالك. وهذا امر يتسبب في فشل هذه السفقات. شاهد ماذا قال مرتضى منصور على رشاو الاهلي الحكام. يدرس مجلس ادرة الناد الاهلي. راحل البرازيلي بورنو سافيو جناح الفريق الاول كرة القدمة. والمنتقل الى صفوف الفريق بداية من الموسم الجارية. وعلم الاسبوع عن نادي الاهلي. طلق عرضا من نادي بوليفار البولوفية. خلال الساعة الماضية لاستعارة بورنو سافيا. خلال الفترة الحالية لمدة ستة اشهر. والان عزان مشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة. ولكن قبل ان ننهي حديثي. ساطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات. من سيفوز بدور الابطال هذا العام. لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيلوا الزر الجرس. لكي يصلكم كل جديد اولا بهاول. وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة. لا تنسوا الصلاة على النبي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.